ايجاد شارع غير مزدحم مروريا في بغداد هو ضرب من الخيال خاصة في اوقات الذروة فالمشاهد هذه تبين حجم مشكلة الاختناق المروري اليومي في شوارع العاصمة لا سيما جانب الرصافة نحو عقدين من الفساد وسوء التخطيط والاهمال انتج معادلة مشوهة فشوارع بغداد الرئيسة متهالكة حيث لا خطوط ارضية ولا اشارات مرورية ولا نظاما محددا للمرور وامر السير متروك للاجتهادات الشخصية فكانت تداعيات هذه الفوضى ضياع ساعات من وقت السكان اليومي محاولين الوصول الى اعمالهم او مدارسهم او غيرها معانات لا توصف بالنسبة الى ساق التكسي وكل المواطني معانات طريقي اللي استوجب عشر دقائق الى احتاج الى ساعة واكثر من ساعة فياثر تأثير سلبي جدا بحيث يتعبن نفسية المواطن وصاحب التكسي يكون عليها اثر كل السلبي كطلاب صراحة ازدحامات تعرطلنا بشكل كبير يعني احنا اليوم نطلع من البيت ساعة بالسبعة نوصل للكلية بثمانية ونص ازدحامات بشكل فضيع هذا الشيء ينعكس سلبا على الاداء اليومي للموظف كونه لا يستطيع ان يصل الى دائرته اسباب اخرى وراء تفاقم الازدحامات المرورية تحدث عنها مواطنون الخدمة العامة مقعد يقدمون خدمة عامة هلتها مثل هاي اللي موجودة عندنا هاي يصير فيلك دائمية حتى في سبيل انسيابية الشارع هاي ما يستخدموها فيما القت مديرية المرور العامة باللوم على البنى التحتية المرورية القديمة والمتهالكة منتقدة غياب الثقافة المرورية للعديد من سائقي المركبات الشوارع في بغداد الرصافة هي شوارع قديمة ذات التصميم البريطاني اللي يكون الشارع به اصلا هو ضيق والتقاطعات ملتسقة تقاطع تلو الاخر ولم يطرع عليها اي توسيع هذا حال اغلب شوارع وتقاطعات بغداد التي تعاني من زحامات مرورية خانقة تعطل حركة النقل في معظم المناطق بينما يحمل سكان بغداد الجهات الحكومية مسؤولية غياب استراتيجيات المعالجة والاستيراد بجانب اغلاق العديد من الشوارع المؤدية الى منازل الساسة ومقرات الاحزاب